أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسعد بالالتقاء معكم في برنامج الملخص عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت وفي كل حلقة سنتناول كتاباً من أمهات الكتب والمراجع في عالمين العربي والإسلامي نتعرف من خلال هذه التغطية على أهم ما جاء في هذا الكتاب من منهجية وتعليم وسنتطرق أيضاً إلى أهم ما جاء في حياة الكاتب والمؤلف من سيرة ومسيرة علمية وأدبية لا شك أن القراءة فيها من الفائدة الكثير والكثير سنستفيد معكم إن شاء الله في هذا البرنامج لنكتشف كل ما هو جديد في عالم الكتب والثقافة فابقوا معنا اشتركوا في القناة اليوم سنصلط الضوء على كتاب الأنساب للسمعاني هو أبو سعد عبد الكريم ابن محمد ابن منصور ابن محمد ابن عبد الجبار السمعاني العلامة الحافظ تاج الإسلام والسمعاني بفتح السين وسكون الميم نسبة إلى سمعان وهو بطن من تميم كما قال المؤلف فقد ولد بمر في عام خمسماء وستة للهجرة وكان أبوه يحضره مجالس المحدثين ويكتب له ما أملوه أو قرئ عليهم وهو حاضر ولما كبر صارت له تصانيف تزيد على الخمسين منها على سبيل المثال تاريخ مره وأدب الإملاء والاستملاء والتحبير في المعجم الكبير وتبيين معادن المعاني في لطائف القرآن الكريم وغيرها العديد العديد من المصنفات النافعة وبعد هذا العمل الدؤوب أفولت شمس هذا العالم الحادق حيث توفي رحمه الله بمر سنة خمسماء واثنان وستون هجريا وله من العمر ستة وخمسون سنة كتاب الأنساب للسمعاني هو أشهر مؤلفات أبي سعد السمعاني ويضم جميع أوجه النسبة سواء كانت إلى جد أو بلدة أو حرفة أو غير ذلك إن نظرة تاريخية فيما صنف في الأنساب تضرنا أمام عدد غير قليل سبق السمعاني في جانب من جوانب الأنساب كل له شهرته في بابه إلا أن ما كتبه السمعاني في كتابه يعد بحق تتويجا لما بذل من جهود في هذا المضمار وذلك لما تفرد به من شمول واسع ومنهجية علمية فذة فقد جمع فيه من المعارف والأداب الشيء الكثير وأحسن في تصنيفه وترتيبه حيث جمع في الأنساب إلى القبائل والفطون كالقرشي والهاشمي وإلى الآباء والأجداد كالسليماني والعاصمي وإلى المذاهب في الفروع والأصول كالشافعي والحنفي والحمبلي والأشعري وإلى الأمكنة كالبغددي والموصلي وإلى الصناعات كالخياط والكيال والقصاب والبقال وذكر أيضا الصفات والعيوب كالطويل والقصير والأعمش والضرير والألقاب كجزرة وكليجة فجاء الكتاب في غاية الجودة والفصاحة فإنه أجاد ترتيبه وتصنيفه وأحسن جمعه وتأليفه ولو نظرنا فيما صنفه السمعني وهو كم كبير كما سنرى لاحقا لو وجدنا في لائحة تأليفه معجما للبلدان ولو أضفنا إلى ذلك رحلته الواسعة في طلب العلم حيث طوف في مراكز العلم في الدنيا لعرفنا مبلغ ما وصل إليه من المعرفة والإتقان في أسماء المدن والبلدان ولو تأمن ما سبق القول فيه من أن النسب تكون على أنواع منها ما هو نسبة إلى بلدة أو قرية أو موضع لوقفنا على أهمية معرفة اسم البلد المنسوب إليه وقد امتاز ضبط الإمام السمعاني في أنسابه بالحروف لأسماء بعض هذه البلدان كما يعد كتاب الأنساب للسمعاني أحد المصادر المهمة التي سجلت الجوانب الحضارية في البلاد الإسلامية حتى منتصف القرن السادس الهجري وقد وضع السمعاني في الكتاب معلومات مهمة وفريدة عن المجال الحضاري لعدد من بلدان المسلمين منها على سبيل المثال للحصر أنه رسم خريطة ديمورافية دقيقة لسكان فلسطين وضح قبائلهم ومناطق سكلاهم ودورهم الحضاري في المجتمع كما سجل معلومات مهمة عن الحياة العلمية والفكرية في المدن الفلسطينية وقدم مادة خصبة وصورة واضحة عن الحياة الاقتصادية والإدارية في فلسطين والجدير بالذكر أن كتاب السمعاني يرسم لنا خطاً بيانياً رائعاً للإسهام الحضاري للمدن الفلسطينية فتظهر مدينة الرملة تتصدر المشهد الحضاري ثم تليها عسقلان والقدس ثم مدينة غزة كما رسم الكتاب خطاً بيانياً آخراً يوضح النسبة التي نالها كل علم من العلوم من اهتمام علماء فلسطين فيتصدر القائمة علم الحديث الذي سبق العلوم الأخرى بمسافة شاسعة وكل ما سبق يعطي دلالة واضحة وقوية تفيد بأهمية كتب الأنساب بوصفها مصدراً مهماً من مصادر التاريخ الحضاري ترجمة نانسي قنقر فرحم الله الإمام السمعاني رحمة واسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأسكى التسليم إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملخص حتى نلتقيكم بإذن الله وكتاب ومرجع مهم في عالمين العربي والإسلامي إلى ذلك الحين فريق العمل يستودعكم الله بحفظ الله اشتركوا في القناة